اتكلمنا معاكو كتير جدا عن الكبدة وعن الاشعاعات المنتشرة عنها وازاي ان فيه ناس بتقول انها مغزن السموم وماينفعش ناكل الكبدة والكلام طبعا ده مش صحيح بس النهاردة هنتكلم معاكو بقى عن حاجة مختلفة شوية وهي الفرق ما بين الكبدة البلدي والكبدة المستوردة وحالات الغش اللي ممكن تحصل اول حاجة لازم نعرفها لو احنا بنشتري كبدة مجمدة من السوبر ماركت لو لقينا كده السائل الانفصالي بتاع الكبدة يعني شوية دم متجمدين لانهم كتير حوالين الكب يبقى ماينفعش اشتري الكبدة دي لان ده دليل ان الكبدة دي فكت وتجمدت تاني فبالتالي هي غير صالحة للاستهلاء ده رقم واحد طيب ليه دايما الكبدة يا جماعة المستوردة بتبقى اكتر وارخص من الكبدة البلدي لان الكبدة المستوردة دي جاينا من بلاد اصلا مش بتاكل الكبدة ده بسبب اختلاف الثقافات يعني ثقافة البلد دي ما عندهمش انهم ما ياكلوا الكبدة فبالتالي بيصدروها للبلاد اللي بتاكلها عشان كده احنا دايما بنلاقي كبدة المستوردة متوفرة وسعرها ارخص طيب اعرف ازاي الكبدة المستوردة من الكبدة البلدي لان في بعض الناس للأسف بتغش الكبدة المستورد وتقول عليه ان هو كبدة بلدي بتجيبه وتفكه وتبيعه للناس انه كبدة بلدي اول حاجة كده هنجيب الكبدة دي تحت الحنفية لو بدأنا لقينا ان الدم بتاعها بينزل وان لون بتاعها بيروح وبقى لونها باهت خالص كده يبقى الكبدة دي كبدة مخشوشة لان هي كبدة مستوردة وهما بعوها على انها كبدة بلدي بعد ما فكت ده مهم جدا عشان نعرف نفرق ونعرف حالات الغش لما تيجي تشتري الكبدة البلدي تعرف ازاي انها كبدة بلدي بجد ولا كبدة مستوردة ومخشوشة اشتركوا في القناة